في تطور جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينغ الأميركية أكد مهندس الشركة سام صالح بور الذي تحول إلى مبلغ عن المخالفات أن طائرة 787 دريم لاينر التابعة لشركة الطيران العملاقة غير آمنة للطيران فقد ضعف الرجل من ادعاءاته السابقة حول هذا النوع يوم الثلاثاء مشدداً على أنه غير آمن بسبب عيوب في التجميع قائلاً إن هذه الطائرة يمكن أن تنهار وتهبط على الأرض في منتصف الرحلة ما لم تتم معالجة تلك المشاكل وفقاً لتصريحاته مع برنامج NBC Nightly News وفي أول مقابلة له أمام الكاميرا منذ أن أثار مزاعمه علناً الأسبوع الماضي قال المهندس إن الشركة لم تعالج بعد بشكل صحيح الفجوات الصغيرة غير المطابقة التي تم العثور عليها في طائرات متعددة بعد ضم قسمين من جسم الطائرة معاً أثناء التجميع مشدداً على أن مثل هذه قضايا السلامة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية وعندما سئل عما إذا كان سيضع عائلته على متن طائرة 787 الآن لم يتردد صالح بالقول في الوقت الحالي لن أفعل ذلك في حين من المتوقع أن يدلي صالح بور بشهادته أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء